الجميع هنا على موعد لأخذ دوره في الكشف عن حالته الصحية في المخيم الطبي الرمضاني الأول في بلدة دمون بمدينة تريم أحمد عبيد حان دوره لأخذ المعاينة والتشخيص الطبي بعد إجراء التحاليل الطبية المجانية اللازمة وهي فرصة وجدها للعلاج في هذا المخيم الذي أقامه عدد من الأطباء المتطوعين المخيم هذا خطوة جبارة إن شاء الله نقول وعلى إن شاء الله أول بادرة ونتمنى أن تستمر كل عام مراعاة لظروف الناس بالوقت الدنيا كلها تعرفونها كلها تبقع غلاوة الدنيا الحمد لله رب العالم نشكر القايمين على الكلام هذا وعلى المخيم هذا إزاكم الله خير وربنا يوفقكم هنا وفي كل منطقة نتمنى أن يكون في كل قرية إن شاء الله أكثر من أربعمائة مستفيد من المواطنين في عشرة تخصصات طبية أهمها الباطنية والقلب والمسالك البولية والنساء والولادة كما جرى توزيع أنواع من الأدوية للمرضى بطريقة مجانية وجدنا أن أغلب المرضى يعانون كثير من مسألة العلاجات ومسألة المعاينة فيه كثير من إهمال يهمل نفسه يعني بعض المرضى يقعد سنة سنتين من ضغط وسكر لا يتابع فجاءت فكرة مبادرة عيادة مجانية لتيسير الأمور العلاجات والفحوصات المرضى كانت فكرة عبارة عن فكرة من شخص واحد بعدين اجتماعنا بعقال منطقة وأنشت الفكرة وتمت إنشاءات لجنة لدارة هذه الحملة وبالحمد الله ورعاية تم تواصل مع الدكاترة وجدنا استيابة كبيرة جدا من الدكاترة أيضا من الطاقم الطبي كل الطاقم الطبي موجودين اليوم ومتضوعين مبادرة انتظرها المواطنون بعد أن بات الكثير منهم عاجزا عن إجراء معاينات طبية وتوفير الأدوية مع عدم قدرة النظام الصحي على القيام بمهامه بعدما دمرته حرب الميليشية وتسببت بتدهور في حياة الناس حدد مساعد قناة بالقيس من مدينة تاريم ترجمة نانسي قنقر